أخيراً عايز أكلم حضراتكم على الصحور ونختم بقى بيه حلقات فيه ناس بتقول لازم الصحور يكون قوي جداً وناس تانية تقولك لا الصحور لازم يبقى خفيف جداً يا ترى مين فيهم اللي صح؟ الحقيقة إن الاتنين برضو مش صح فالناس اللي بتقول لازم نتصحر جمد جداً بقولوا من ده غلط لإننا بنحط كده عبء شديد على الجهاز الهضمي اللي هيبدأ بعد الفجر رحلة صيام هو أصلاً بيعمل فيها مجهود خاصةً كمان لو كانت الأطعامة بقى غير مألوفة الحقيقة أو تقيلة يعني أنا أعرف يعني ناس أو أسمع ناس بيأكلوا سجوء بقى وكفة الداود باشا في الصحور وكده غلط طبعاً الصحور التقيل كمان مش بس بيعمل عصره هضم لكن كمان بيتسبب في مزيد من اضطرابات النوم يعني نصحة عندنا اضطراب كده ومتدايقين أما بقى الفريق الثاني اللي بيقولوا ما نتصحرش خالص فده برضو غلط لأنه خلال ساعات الصيام بنحتاج مخزون معقول ومؤقت من الطعام نساعد بيه جسمنا على أداء الوظائف الحيوية يبقى دلوقتي هنختم بقى الحلقة لازم نقول إيه العناصر المهمة والمناسبة لوجبة الصحور عشان يكون الصحور ده متوازن وصحي وغني بالعناصر الضرورية أول حاجة النشويات لازم تكون هي الغالبة على الصحور وأفضل اختيار هو الفول لأنه بطيء الهضم تاني حاجة الطمر الطمر الواحدة على فكرة فيها 66 سعر حراري دي حاجة حلوة قوي غير بقى أن فيها ألياف فبتمنع الإمساك وبتقاوم الإسهال وفيها كالسيوم وحديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم كل ده موجود في الطمر اللبن الزبادي أو اللبن الرايب وده لأن الخمائر ده مناسبين قوي للصحور الخمائر اللي موجودة فيهم بتساعد على الهضم المنتظم خلال النهار الخبز البلدي مهم برضو الفواكه زي الموز والخضروات زي ما قلنا الخيار والخص وطبعا شرب الميا باعتدال لأن الزيادة بتنزل في البول وبلاش النوم الفوري بعد الصحور ولازم نتجنب أي مواطح حمضية في الصحور زي الطماطم والخل ونتجنب التوم والتقلية ونتجنب الأطعام الملحة ونتجنب المخللات والعجاء البيض على فكرة في ناس كتير بتسأل على البيض البيض أحسن حاجة أنه يتاكل مسلوق وما يتاكلش كتير يعني من مرتين لتلاتة بس في الأسبوع على فكرة البروتينات في البيض أقل من الدهون عشان تبقوا عارفين يعني الدهون أكتر ولازم كمان نتجنب في الصحور المشروبات عالية السكر زي مشروبات رمضان والمياه الغازية ونتجنب الكافية اشتركوا في القناة